أهلين معكم بلوغز باي دانا لا تنسون الاشتراك تفعيل التنبيه واللايك لأن اللايك يساعد على انتشار هذا المقطع ويحفزني على عمل المزيد من الفلاقات أما الآن نبدأ مع الفلاق سمية وشي اللي رافع عليها القضية اتفقوا اتفاق يسمونه في أمريكا سايلانت بارتنرشيب هذا حسب ادعاء شي طبعا بينما سمية في المحكمة قاعدة تنكر هذا الادعاء وتقول انه كذب وانه ايه صاحبة البزنس الحالها ليهو سمية 369 LLC وانه ما معها شركة طبعا بعضكم راح يسأل ايش سايلانت بارتنرشيب هي انه يكون اثنين يشتغلون نفس كمية الشغل نفس كمية المال الموضوعة في البزنس لكن واحد يكون في الصورة وواحد يكون خلف الكواليس طيب انا عندي شغلة بقولها انا لاحظت شي وحبت اعرض لكم سمية لما رفعت عليها القضية قامت وصلحت شركة جديدة في كاليفورنيا طبعا شركتهم القديمة اللي اشتغلت عليها مع شي تم انشاؤها في ولاية دلوير دلوير وركزوا على التواريخ زين شوفوا الصورة قدامكم سمية وشي فتحوا الشركة 2016 بولاية دلوير وعام 2020 شهر ثلاثة شي رفعت قضية خلاف على توزيع الارباح في الشركة بينها وبين سمية الناصر بعد شهرين او شهر ونص زين ما تشوفون قدامكم 2020 شهر خمسة ماي سمية افتحت شركة ثانية نفس الاسم بالضبط بس في كاليفورنيا هذه المعلومات تركزوا عليها زين طيب وايضا في الوقت نفسه قامت سمية بتحذير متابعينها في السناب ان الموقع القديم تم تهكيره اللي هو بينها وبين شركتها شي اللي كانوا يشتغلون عنه وهذا هو المقطع وهي تقولها الكلام تقريبا ساعة واحدة الظهر لسه ما افترنا وقبل ابدأ ابغى اذكركم بانه الموقع القديم مخترق والموقع الجديد هو www.sumya369.net احد عنده اي مشكلة يتواصل مع خدمة العملاء على support.sumya369.net وهذه صورة للموقع القديم شوفوا كيف يطلع اذا بحثتوا عنه هو www.sumya.com اما الموقع الجديد زي ما انتم برضو شايفين في اسم الشركة بالاخير .net تم انشاؤه في نفس الشهر اللي انرفعت عليها القضية وشوفوا هذا الموقع يبين لكم متى تم انشاؤه الموقع حقها فلاحظوا انه في شيء قاعد يصير انا عن نفسي اعتقد انه هذه الحركة من سميا هي مجرد كذب على المتابعين هاي اما قالت تحكير وما تحكير ولانها تابي الزباين يروحون لموقع اسم شركتها الجديد تنقلهم يعني من هذا الموقع القديم اللي تجحد فيه ذيك الشركة وتنقلهم للموقع الجديد وهي طبعا حركة نصابين ومحتالين حسب رأيي ولو الموضوع زي ما ايه تقول جد تحكير كان صار تحقيق جنائي هكرت وما هكرت هذه مو بحساب انستغرام ترى هذا الموضوع قانوني يعني هذا حساب موقع فيه فلوس ناس وحسابات ناس هذا مو بتسكت عليه لو صدق تروح تبلغ يصير فيه تحقيق الموضوع مو سهل تعين اي تي يعني عندها فلوسي مناقصها مش اللي يتحكر الموقع وخلاص تسكر على السالفة ليش السمية ما طالبت بهشي ليش ما بحثت ليش سكتت الجواب الوحيد بس قالت انقلوا لها الموقع الجديد وترى هذاك تهكر الجواب الوحيد حسب اعتقادي انها كذبت على المتابعين عشان تنقلهم زي القطيع المساكين المغيبين لموقعها الجديد وايضا لاحظوا راح احط لكم الرابط في صندوق الوصف الموقع اللي ربط لها الويب سايت حقها القديم اللي تقول عنه تهكر معروف جدا اللي سلح لها الموقع حقها معروف جدا ما يحتاج اللي لهم خبرة في هالمواضيع يعرفونه وبما انه موقعها تجاري وفي عمليات دفع فلوس يعني من الزباين فتعاملوا مع شوبفاي طبع شوبفاي موقع معروف مو من السهل تحكيره فايش الحك الفاضي هذا الجواب الوحيد بالنسبة لي انه سمية كذبت على متابعينها وخوفتهم ووترتهم هذا وهي لايف كووش وبتبع يتعلمهم يفضفضون عن نفسهم ويطوروا من نفسهم تروح تخوفهم وتلعب عليهم وتخوف الناس وتخوفهم على فلوسهم وعلى بطاقاتهم عالفاضي عشان بس تكذب وتنقل الزباين للموقع الجديد اوكي نعيد من جديد عشان تفهمون التسلسل وتعرفون وين المشكلة سمية وشيب 2016 تفقوا مع بعض وصلحوا شركة سمية 369 LLC في ولاية دلوير في أمريكا هذا 2016 في 2020 مارج اللي هو شهر ثلاثة 2020 صار في خلاف بينك يا شي وسمية الناصر ومتل رفعت القضية بالضبط أي تاريخ شهر ثلاثة يوم 26 ركزوا بها التاريخ زين وشوفوه يوم 26 طبعا لما رفعت القضية يوم 26 الأكيد أنه سمية كان عندها خبر قبل قبل ما ترفع القضية لأنه ما ترفع عليك قضية إلا إذا تم إعطائك أوراق وتنبيهك أنه في قضية مرفوعة ضدك أو رح ترفع ضدك فأكيد أنها عرفت قبل ما ترفع القضية بأسبوع أو ثلاث أيام أو ربع أيام اللي هولنها زبد أنها عارفة ف26 مارش 2020 رفعت القضية في شوفوا التاريخ ذين في مارش 25 اللي قلتكم أكيد وقتها كانت عارفة سمية أنه في قضية من رفع عليها تم يمكن توصيل أوراقها القضية لها من محامي الطرف الثاني أو شي ففي هذا الوقت على طول في نفسه سريع سريع حامي حامي راحت قالت المتابعين الموقعها ذاك اختراق مدري إيش يعني شوفوا التواريخ يعني ما تكذب موقعها تم اختراقها وصلحت موقع جديد شوفوا متى صلحتها على طول بعد ما تم رفعت أنه رفعت عليها قضية وفي وفي نفس الشهر بعد السالفة بعد ما سوت الموقع في شهر بعدها بشهرين بشهر ماي شهر خمسة شوفوا نرجع نوريكم متى صلحت سمية 369 LSE في كاليفورنيا عشان تبي تجحد الشركة الأولى فهمتوا شلون الحركات هذه تطلع من إنسان صادق ولا كاذب أترك الرد لكم الإدعاء المرفوع على سمية يقول أن سمية ما عندها أي خبرة أو دراسة سابقة أو رخصة لممارسة مجال اللايب كوتشين وأنه الترخيص اللي تذكره دائما على أنه رخصة ممارسة وحطته في قائمة الإنجازات في موقعها زي ما واضح قدامكم في الصورة ما هو إلا اشتراك في موقع يعني سبسكريبشن في موقع International Coaching Federation يعني ترى الموقع أصلا مو بها ذاك المستوى بكل حال سمية بالمحكمة قعدت تقول إنها شخصية مثقفة برضو هذا من أحد إنجازاتها اللي قدامكم حطتها بموقعها وقالت إنها تكتب مقالات وتألف كتب عن الصحة النفسية والسلام وتطوير الذات قالت المدعية شي رافع عليها قضية أن سمية ما ألفت إلا ثلاث كتب حتى الآن وكلهم من دارة نشر في دبي غير معروفة بعطيكم معلومة عن الطاير عن البزنس والشركات الصغيرة في دبي أو حتى الشركات الكبيرة كثير 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 شركات في دبي غسيل أموال حتى شركات الطباعة ما أبالغ نكمل وقالت وقالت المدعية أن الكتاب الأول والثالث للسمية هما مجرد اقتباسات أو اقتباس لتغريدات من تويتر أو مقولات لأحد الناس وزي كذا المعروفين وتحت كل تغريدة صورة يعني سطر أصورة وهذه صور للكتاب علشان تشوفون يعني أيش أقصد وهو كتاب حدثني فقال هذا اللي صجتنا فيه فشفتوا كيف النموذج من صفحات الكتاب عبارة عن نسخ لكلام الناس اقتباسات بدون حتى ذكر اسمهم أيضا من أحد الإنجازات الوهمية اللي سمية الناصر أزعجت المحكمة فيها بأمريكا إنها اختيرت من أكثر النساء برضه وشوفوا قدامكم في موقعها حطتها اختيرت من أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط حسب مجلة فوربس طبعا الشرق الأوسط فوربس الشرق الأوسط ركزوا برضه يعني شي ردت على هذا الكلام اللي رافع القضية شي مرة أخرى إن هذا الكلام تقول صار بسبب جهودي في التسويق لها شي تقول أنا اللي سوقت لها أنا اللي جبت لها اللقب على طبق من ذحب ولما حت برضه شي في القضية إن الوضع عند العرب ادفع ونعطيك لقب يعني ادفع المجلة العلانية الفنلانية وأطلعك فيها ادفع كنت أقول لكم أنا هالكلام شو وطلع كلامي صح يعني هذه وحدة تشتغل في الماركتينج حق المشاهير واعترفت في القضية طبعا هذا الكلام ترى في قسم وفي مدري إيش ما في شي يسمى أألف وكذب وامشي هذا مو بسوشال ميديا هذا عليه مخالفات إذا كذبت ومو بس كده مخالفات إذا كذبت هذا خلاص تخسر مصداقيتك وما واجهت في القضية يعني يا في شيء يبين لكم من الكذاب من الصادق المهم نرجع نكمل فهي قالت أن الوضع عند العرب ادفع ونعطيك لقب طبعا المسخرة أنه هذا الشي ترى مو حتى مو بس عند العرب ترى حتى بالغرب كله تسويق للمشاهير كده اسألوا يعني اسألوا أي أحد اشتغل بالأيجنسي حقه مشاهير أو شيء أو شيء من هالقبيل بره يعني في الغرب كله يدفعون للشركات وهذه الشركات مستفيدة أو تبعون نحط اسم سفير إنه مدروا وشي ينجاز يلا هاتفلوس هاتفلوس بس فالمشاهير صار يشترون ألقاب من يعني من زمان لا غرب ولا شرق فلا تصدقون برضو صجت أمريكا المحكمة في أمريكا مرة أخرى سمية صجتهم إنها أول سعودية سفيرة لمنظمة السلام الدولية في فرنسا وبرضو هذا الإنجاز تلقونا في موقعها أنا وضحك لأنه طلع كله بشوش وشركتها قالت هذا الكلام أنا سويته ومجرد تسويق لها واعترفت بالقضية وقالت دفعنا علشان يحطون اسمها ضمن السفراء فيعني زي ما قلت لكم قبل الموضوع كله أدفع ونعطيك إنجاز يعني لا خلوها سفيرة بسبب أعمال معينة أعمال خيرية معينة أو ما فازت مثلا من بفوربس بلقب ما دعيش بسبب أنها من جدنا فكله كله يدفع ونعطيك كله تدفع ونعطيك سمية الناصر زعمت بالمحكمة إن شهادتها الدكتورة في علم الثيالوجي اللاهوت بينما الحقيقة إن شهادتها الدكتورة من جامعة الإمام في الدراسات أو تعليم القرآن والدراسات القرآنية يعني تقولين شهادتي علم الثيالوجي واللاهوت وهي درسات قرآنية هذا كذب لأن هذول موضوعين مختلفين أيضا أحد الكذبات زعمت سمية الناصر إن دار الحكمة اللي كانت تدرس فيها قرآن في الرياضة اللي تكلمنا عن هذا الشيء في الجزء الأول من الفلوغات اللي عن سمية الناصر زعمت إن هي اللي تملكها وحسب كلام اللي رافع القضية إنه كلام سمية كذب وغير صحيح وأن هذا المركز الحكمة كانت فقط تشتغل فيه الدرس وهو اللي بعدين سكرته لهاي ألنة ما عجبهم تدريسها أيضا شيء اللي رافع القضية ذكرت إنه سمية استخدمت سارة العزيب سوري أنا قاعدة اليوم إن سمية استخدمت سارة العزيب واللي تشتغل عندها بأنها تروح وتاخد طرق ومعلومات من المنافسين في مجال حق وقالت أيضا شيء إنه من الفين لما كانت تشغل معاها لمن الفين وسبعة سوري من الفين وستطعش لين الفين وعشرين وصلتنا رساء القانونية وتهديد برفع قضايا حق كابيرايت طبعا في حال لم تتوقف سمية الناصر من سرق أفكار الآخرين وكتاباتهم ومنهم الشخصية المعروفة جودث كرافيتس يعني جودث كرافيتس من أحد الأشخاص اللي هددوا برفع قضايا على سمية الناصر لأنها تسرق الأفكار حسب كلام شيء أيضا ركزوا على هذه المعلومة زين كثير مشاهير يسومونها قالت شيء اللي رافع القضية أنه قبل لا تبدأ تشتغل مع سمية الناصر سمية كان عندها 173 ألف متابع واعترفت لشركتها شيء آنذاك أنها دفعت لأكثر من شركة متابعين وهميين أنهم يزيدون متابعينها يعني هذا العدد لأخو 173 ألف تلاقون ثلاثة ربعهم وهميين ولما نقول وهميين نقصد شركات تبيع الحسابات العلية رخيصة وأيضا حسابات حقيقية بمعنى أنه أيش الحسابات الحقيقية بمعنى أنه ناس تصلح حسابات كثير وتقعد تتابعك منها والمشهور أو اللي يبغي يصير مشهور يدفعل هذه الحسابات فتخليهم يدفعلون لو بعد ويصيرون الكفان قلت لكم عالم التهريج الآن اللي إحنا عايشين فيه ردت سمية بعد هذه القضية يعني ردت سمية ورفعت قضية ضد شيء وزوجها بالمحكمة الفيدرالية وتخيلوا قالت في هذه القضية أنهم استغلوني وأنهم احتمال يخسلون فلوس عن طريقي استخدمت مصطلح راكاتيرين والراكاتيرين من أحد الطرق غسيلة الأموال هذه تقدرون تبحثون عنها في جوجل أكثر وبعدين لأن سمية مشكت القضية أو يمكن خافت في أمور ثانية تتكشف إحنا ما ندري اسحبت وأسقطت هذه القضية وتراجعت عنها أيضا رح نتكلم في أحد الأمور اللي كذبت فيها سمية الناصر على المحكمة الآن نتكلم عن موضوع الهجرة سمية الناصر ذكرت للمحكمة أنها وصلت لأمريكا وحصلت على فيزا أول أول هي فيزا المشاهير واللي عندهم قدرات خارقة يعني إذا سمية الناصر وروان أبو زين ما أخذينها عرفوا أنه في غلط في الموضوع الفيزا هذه فيها ثغرة كبيرة فقالت أنها حصلت على فيزا أول وزي ما قلت لكم الظاهر أنه في الفيزا هذه فيها ثغرة وكل من هب ودب صار يزعى أنها مشهور بأمريكا يحصل عليها فشي اللي رافع القضية كان فضحت في سمية وقالت أنه سمية دفعت مئة ألف دولار وتخيلوا ترى الشي ما تقدر تكذب في هذه القضية لأنها لو كذبت ترى يعني مو بس فيها مخالفة فيها سجن يعني أحس أنه صعب أنها تكذب بهذه الأمور أكيد عندها أدلة يعني عشان كذا قدمت هذا الكلام فقالت أنه سمية دفعت مئة ألف دولار تحت الطاولة إيش يعني تحت الطاولة؟ يعني بدون الملجهات الحكومية والآيارات حقين الضرائب عن هذا المبلغ ما يدرون عنه يعني ودفعته لصاحب مزرعة عربي أعتقد بلوس أنجلوس في كالاباسس هل هذا سعودي أمير خليجي ما ندري بس عربي بلوس أنجلوس في كالاباسس عنده مزرعة وعمال فأساس جابها هذا الشخص بفيزا أو وان إنها معلمة عربي للعمال وعندها قدرات خارقة في التعليم الضحك وين إن العمال مكسيكيين وما يتكلمون إلا إسباني وما يعرفون حتى إنجليزي زين وسمية وقتها لا تعرف إسباني ولا حتى إنجليزي فأنا عن نفسي أعتبر هذا النوع أو هذا التصرف تلاعب في النظام أو تلاعب على النظام حابة أقول لكم إنه البلوغ القادم راح يكون عن بالنسبة لهذا التابع أو متسلسل لهذا البلوغ راح يكون تابع لتطورات القضية لأنه لحد البلوغ هذا اختصر علينا تقريبا كل اللي صاير بالقضية لحد الآن فالبلوغ القادم راح يكون راح يكون عن قصص للزبائن اللي تضرروا من شركة سمية الناصر طبعا أنا أنقل تجارب الزبائن هل هي حقيقية هل هي من وحي خيال ناس تبغى تسبب مشاكل أنا ما أدري أنا أصر لحكم من الآن فقط أنقل تعليقات الناس اللي يتعاملوا مع شركة سمية الناصر كل هذا راح يكون في الفلوغ القادم لا تنسون اتتابعون هذه القناة فلوغز بايدانا لا تنسون الشير وتفعلون جرس التنبيه لأنه مهم جدا وراح يعطيكم تنبيه أول ما ينزل الفلوغ خاصة أنه سمية الناصر شخصية لا تحب ظهور الحقيقة وبلغت على مقطع ليه سابق اللي هو الجزء الأول من هذا الفلوغ أو من هذا الموضوع وأزالت المقطع اليوتيوب كله الفلوغ اليوتيوب كله أنه الحركة اللي صارت غير عادلة لا منها ولا من اليوتيوب ولذلك لما اعترفت وقدمت اعتراضي القانوني على الحركة اللي صارت مع سمية الناصر هذا اللي صار شخصية 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 أنك مهتمة بنفسك شكرا شكرا لأنك مسؤول عن نفسك لأن في كثير ناس ممسؤولين وبلشان نحن في البزران في أنحاء العالم أنتم تجبون العالم فوضى ومليان بزران والحد هنا نصل لنهاية البلوغ موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر موسيقى